لماذا انظلمت إلى التائرة؟ نظمينا عن قناعة وعندما شفنا بداية الاعتصامات وكنا نحاول حلول سلمية تخرج البلد من أجمة ولكن الوضع والمعارك وشفك الدماء والذي أثر علينا أن ننظم شكرا 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 الشيخ مرواني أخيام حسن صلاح من مشاعر مديرة الرضماء أنت من المضمين بأبخارا إلى الخشار السلمية لماذا؟ بإسماء طمضة حتى يزولون طمضة بدرة الخليجية مخرج للأسبح وأحبار من الحق نتبع ولكن نرى أن الضعم لا يريد حق الدماء أعزاء المسلمين على إزهاق الأنفس وعلى إلاقة الدماء وعلى مواصلة الجرائم التي يفكبها في كل يوم وأبطاء نحن مع الله ثورة السلمية إن شاء الله حتى أن يتحقق أهداف الثورة بالله بالنسبة للمنطقة ياريم هي أن لم تعتبر صاحة جديدة لأن أبناء ياريم كانوا في المقدمة وكانوا في جميع الساحات في الجمهورية وإنما حتى يعضوا زخما لهذه المدينة ويلفتوا انتباه أخوانهم في المحافظات الأخرى عملوا على إنشاء هذه الساحة ونحن يوحدوا سفقهم في هذه الساحة وإلا فإنهم في كافة الساحات ومنذ الأنتران أهل الأولى ل هذه الثورة الشبابية بالنسبة للمبادرة الخليجية اللقاء المشترك والثورة رحبوا فيها في بداية الأمر رغم أن شباب الثورة في برساحات رأوا بها مخرج لرئاس النظام الإرهابي الخصابي الذي اقتصر السلطة منذ 33 عام إلا أن يراس النظام هذا لم يلتقط الفرصة التي منح إياها ومعا كل هذا اللقاء المشترك لا زال يعمل أخراج الأزمة بالطرق السلمية إلا أن نراس النظام وخصوصا المجرم علي عبد الله صالح لا زال يعمل على أدخال اليمن في معركة طاحنة لم يستفيد من ما حصل معمر القذافي ومعا كل هذا نحن مع المبادرة إلا أن نحن نؤكد أن علي عبد الله صالح لا زال يأخذ من المبادرة جزء من المبنوقه ومدن الحبان معتقد هكذا أن الزمن ممكن يكون بصالحه معا أن الزمن لن يقل بصالحه ولا علي عبد الله صالح بالنظام والشعب اليمني خرج ولا يمكن أن يبرح الساحات حتى يسكت النظام وكل ما أزلامه وأرقانه إن الشعب اليمني قام بثورة من أكسى إلى أكسى من أدنى إلى أدنى بكل شراحة المجتمع قامت من أجل ثورة وارتضوها سلمية وسيأخذوا حقوقهم بالسلم ولن يتنازلوا عن أي حج من حقوقهم من ثم إن إرادتنا الثورية ترفض الإلتفات إلى أنصاف الفلو أو أن ترضى بنصف حال أو ترضى بحالياته من الخارج الثورية هي أعلى وأرقى وأعتامن أن ترضى بنصف حالياتها من الخارج أو بقرار دولي أو بقرار خارج القرار سيأتي من داخل الوطن ورجال الوطن هم الذين سيقومون باتخاذ القرار الذي سيحسم الأمن بإذن الله والثورة ستنجح بإذن الله مثيلة أمثالها في بقية الثورة نحن لا يهمنا وقع علي صالح على المحل المبادرة أم الموقع نحن قلناها ولا تزلنا نقولها وسنظل نقولها نحن خرجنا إلى هنا في ثورة ولن نرجع حتى يتحقق كافة أهداف الثورة حتى نقبض على هذا السفاح ونحاكمه وكان الأحرى بفنة الخليج والميشمع الدولي أن يجمدوا رصة علي صالح وأن يرفعوا الغطاء عنه لا أن يعطوا ضمانات أو يطالبوا ضمانات لعلي صالح سنظل نفتح ساحات وساحات المساحة حتى نملع لمن ساحات ولن نتراجع نقول علي صالح أن الضمانات لننفع دول الخليج التوقيع على المبادرة كل هذا أمور تخصك أنت ولا تخصنا قرارنا واحد ورحيل علي عبدالله صالح بالقوة أو محاكمته ولن نفت من العقاب وبالسلميتنا وصبرنا سوف ننتصر وسنظل بفتح ساحات جديدة وتصعيد جديد للثورة ولا نرضى ولا نرضى بأي قرار دولي يضمن علي صالح حصاناته أو معافات المحاكمة وشكرا بالنسبة لفتح ساحات جديدة هو واحدة من خطوات التصعيد الثوري وسيستمر لفتح ساحات جيدة بإذن الله في كل محافظات الجمهورية ومديريات الجمهورية ولكي يتصل الثورة إلى جميع مناطق الجمهورية اليمنية بإذن الله هذا خط الثورة وسواصل مشاه بإذن الله وسط انتصر الثورة بإذن الله عز وجل ثقتنا بالله كبيرة ولا نفت في أحد أكثر من الله عز وجل وسننصرهم الله النسبة كأن هذا من التصعيد الثوري الذي تنهجه الثورة السلمية الشبابية الشعبية على مستوى الجمهورية هذه ساحة من الساحات الجديدة التي فتحناها في محافظة إب وتعتبر من أكبر ساحات الجمهورية والتي ستستمر ساحات المحافظة إن شاء الله في أكثر من مديرية تصعيدا ثوريا حتى يسكت هذا النظام ويحاكم وتجمد جميع الأرض إن شاء الله سبحانه وتعالى أنا أقول أن المبادرة الخليجية لا تعنينا شيء ولا تمثل شيء في حياتنا اليومية ولا في حياتنا الثورية لا في ماضينا ولا في مستقبلنا ونحن لا ننتظر مبادرة من أي دولة خليجية أو غيرها أو أجنبية ولن نتنازل لهذا نحن بلد الحكمة وبلد الإيمان حدثنا في ساحة ياريب هدفنا من استشداد ساحة في ياريب هو دليل على أن نوجود ذرهان علي عبدالله صالح على أن الوقت سيجعل الناس يعدون إلى بيوتوم استحداث الساحات الجديدة التي بدأت الآن وانتشرت هي عبارة عن تصعيد ثوري وهي عبارة عن أننا لن نرجع ولا نعود إلا شهداء أو منصورين رسالة إلى بقاء النظام أنهم لا يرهنوا لا على وقت نحن بذلنا الأرواح بذلنا الدماء لن نعود دماؤنا ليست رخيصة لن نقبل أي مفاوضات لن نقبل حصانات لا حصانة لقتله لا حصانة لمجرمي حرب على علي عبدالله الصالح وأعوانه أن يفهم أننا لن نخاف كسرنا حاجز الخوف وخرجنا دماؤنا وأرواحنا فداء لهذا الوطن فداء للشهداء وعلى جميع دول الخليج أن تعلم أننا لن نقبل حصانة ولن نقبل مفاوضات عليها أن تدعم الشعب هي ترى ما في الساحات ترى الملايين في جميع الساحات مع ذلك ما زالت باقية ومصممة على بقاء هذا النظام الفاسد في الحق نقول لها لا تحلم ولا تنتظر أن نقبل أي مبادرة المبادرة وعد للثورة اليمنية ونحن نرفض مبادرة هذه لا تنتظر لهم نقلنا 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 لا يوجد الهجمع من العالمين من العربية من كلها من كلها من كلها من كلها من يوم فردية أمي! ان يقتلنا! انجزنا! لا يوجد مشكلة التنزل! لا يوجد فيها! لا يوجدت فيها! لا يوجد حياة! لا يوجد فيها! كل شيء يسرى بالحمر بخير في يمن! لماذا يقتلنا؟ يجب فريسد! كنا لا يوجد فيه! أجل، لا تقل! أجل!